جعنا ومتواصلنا أكيد وياكم بعدما شاهدنا هذه النصائح العديدة للفيروس وطريق الوقاية إلى ونتمنى الصحة والسلامة للجميع وأكيد متواصلنا أكيد وياكم بفقراتنا المنوعة والعديدة من هاشتاك شباب وصلنا لفقرات الضيف بما أنه اليوم هو يوم المرأة العالمي فكل عام والمرأة العراقية والعربية وكل أمرأة بالعالم بألف ألف خير تنضم معايا المحامية نور ببرنامج هاشتاك شباب اليوم ويساعدنا ساتشانور كيف نساك خامر شونك؟ أقدم لك تحية إليك وليكادر والتحيات للقناة إن شاء الله كل التوفيق بمهنيتكم شكرا إليك نورتين نور نور بما أنه اليوم بذكرى اليوم العامل للمرأة شنو حاب تواجهين تهنئة المرأة العراقية بالتحديد؟ طبعا حسر لهذا اللقاء أقدم تهنئة أول شي الوالدتي لأن لو لا دورها بعائلتنا ما كان عني وصل هذا المكان وأقدم تحية لكل أم وكل زوجة وكل بنت وكل أخت لها دور في عالم مجتمعها وبعائلتها كل عام أنتي بخير وكل زميلاتك بخير بداية الحديث تعرفين عن نفسك أكثر؟ أنا محامية نور عبدالله إعطائي محامية من عام 2015 نعم طبعا يعني مو بس أحس مهنة المحامة كمهنة عادية ما أخذ منهتها الإنسانية قبل المهنة فكلش أحب مهنتي جدا أعتز بها وكوني إني امرأة ومحامية من نفس الوقت بما أنه اليوم المربي يوم المرأة العالمي وعيدها أريد أعرف شنو دور المرأة بالعلم والتعليم بالعمل والتعليم طبعا دور المرأة حانين بهذه السنوات من عام 2014 لهذه السنوات إلها دور يعني ما أقدر أقول حالها حال دور رجل بالمجتمع لكن 40% هذا اللي مو كلام أنا اللي أقوله أحصاءات مكتب العمل عندنا سنة 2014 ثبتت أن دور المرأة بالمجتمع هو 40% وقابل للزيادة لحد الآن يعني المرأة إلها دخول بالمستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي وما عندما ننكر دور رب وجولها بالعائلة وأهميتها طيب بما أنه كثير من النساء يعانون من العنف والإضطهاد شون تتعاملون ويهيد شحالات؟ طبعا للأسف يعني إحنا بمجتمع الإراق من عاني من هاي الحالات السبب من هذا الموضوع أنه إحنا بعض البيوت يتكتمون عن هذا الموضوع يعني ما يحبون يضطرحون وخاصة مثلا الزوجة إذا تعرضت للتعنيف من قبل زوجها ما تقدر إذا شكت أول ما حتشكي حتشكي لأهلها ممكن بعض للأسف يقول لها لا سكتي خلي نسكتها المرأة ما يخالف المرأة لازم شوية تحافظ على بيتها خلي تتحمل التعنيف مقابل أنه تحافظ على أسرتها لأنه راح يهاجمها المجتمع راح يلوم عليها ويوجه لها الإتيام إلها طيب بما أنه حضرتش محامية جثتشي حالات أهواية ما تتعاملين معهم؟ إحنا عندنا الإحصائيات اللي سوتها وزارة الداخلية عام 2017 ما يقارب 15 حالة عمف أسري من بينهم 226 حالة خيانة زوجية السبب شنو حالة الخيانة الزوجية قلت الثقافة الاجتماعية للزواج المبكر سبب الزواج المبكر يعني هي البنية حتدخل مرحلة مراهقة و بنفس الوقت حتكون زوجة شو حتى تقدر توفق ميناتهم هذا الأسباب اللي من عندها وما عدا اللي تعنيف من قبل الأطفال من قبل الأهالي فما يقارب يعني صارت الأحصائيات 15 ألف حالة طيب إحنا بما أنه نمر بانتشار فيروس كورونا قبل عام تقريبا صلت الضوء هذا الشي على المرأة وعن تضحيتها وعن عملها خصوصا بيتها وهمال نفسها بهذا حالة شون يعني؟ بهاي الفترة الحضر اللي صارت خلال الستشرة اللي فاتت من عام 2020 يعني عوضت الأوقات اللي هي بذلتها بسبب وظيفتها يعني هنت تعرف المرأة إذا كانت موظفة وربت منزل حتفقدوا هواية من خصوصياتها ومن اعتناءها بنفسها فهي استغلت هاي الفترة اللي استغلتها ويأبنائها علمت أبنائها على هواية شغلات يعني حتى عافت نفسها وقالت أوفر الأمومة اللي أنا فقدت بسبب وظيفتي وحاول مثل ما نقول يعني ويا أطفالي ويا أطفالي عن الشغلات اللي أنا كنت ما أقدر أتويلهم يا خلال الأوقات الدوام الرسمية فاستغلتها بالحضر طيب خلينا نحكي عن حضرت جسد نور أنت شوانت عاملت ويا الحضر ويا انتجار الفيروس بالبيت كنتي المرشدة أو كنتي الناصحة الوحيدة اللي لت لو أكو غيرت ينصح ويقدم النصائحة الطبية والإرشادات للأمانة عني لأنه كان الموضوع كان ما مأخذ معنا ما حمل الجد بس أنا بالنسبة لي لدي طفل فحكون أكثر خوف على العائلة فهذا الموضوع كان يمي يعني ما أخذ تعني أكثر من الطرف الثاني يعني أنت الكل بالكل نعم الله نعم دائما الكل بالكل نعم الله فأنا اليوم اخترينا الموضوع نسائي حتى تاخذون راحتك بالكلام خلينا نحكي التحديات اللي تمر بيها المرأة بالعمل وضغوطات والتعاديات والتجاوزات إليها وكيانها شوان تواجهها المرأة العراقية بالتحدي شوف عدنا إحنا ذارد نحط شي على الزمن القديم خلي حسن عوف الانفتاح اللي احنا بي الزمن القديم يعني حطرح مقالة موجودة يعني حتى المنظر مزا موجود إنه ماكو أي تحدي يقف بيها المرأة المرأة ذاردت شي حتساوي الدليل أنه إحنا عدنا أول محامية إراقية وعربية بصفة قاضي هي إمرأة سنة تولتها هي أسمة صبيحة الشيخ داود تقدرون تتأكدون من المنظر هي محامية تولد 1915 شنو عام 1915 شنو الثقافة المرأة أصلا ما كان إلها دور أصلا المرأة يمكن حتى ماكو إلها ذهاء راحة للسوق بس وهي شنو أصلها من نشأة ذات عرف ديني طابع ديني ما وقفها يعني لا المجتمع ولا العادات والتقاليد اللي كانت هي من ضمن عائلة معروفة دينيا ومجتمع عشائريا نعم تكملت المحامات انتمت النقابة المحامة عام 1956 وأصبحت أول قاضية عربية وعراقية لكن بنفس الوقت حافظت على لبسهل كانت تحط الخمار حتى سميت بالمحامة المحامية بالعضاء يعني ماكوش يوقف بوجه المحامة مهما كانت ومهما كانت التحجيات أكيد خصوصا المرأة العراقية عانت ما عانت لكن الهدف أن يكون عدها تواصل لها مهما كانت التحجيات ما يوقف بوجه المجتمع العشائري ولا المجتمع مالتنا العام طيب نور بالآونة الأخيرة أنه خاف المجتمع من المرأة القيادية ما أسباب هذا الخوف؟ وما تخلص من خوف المجتمع من المرأة القيادية بالتحديد؟ هو أشوف الخوف حسنا لا حسنا أرفو مكانة المرأة المرأة المستوى الثقافي ومسواها بالعائلة يعني الهدور بس أنا أقول لك فترة تشكيك تشكيك بقدراته بس يعني خاصة قد نحكي من جانب السياقة السياقة نعم المرأة مثلا بسياقة وصعوباته فقط نحن الحمد لله نعم تسجلع قلب في السياقة لا نشلع قلب لا نشلع قلب نحن الأكوبنات يتخوف فهي تقول حسنا ما أفعل حادث تتخافين؟ لا الحمد لله لا أخذ السياقة اها نعم فهي ليس مسألة مرأة قيادية فهي مسألة أنه أننا نتقبل أن المرأة تكون حالا حالا رجالا بالمجتمع هذه هي المشكلة بالعاكس نحن دائما نكون المرأة نصف المجتمع لكن صح أكو ناس قلة من الرجال أنه يخافون بمرأة القيادة يعني أنه تاخذ مكانهم لكن بالسنوات الحالية أثبتت مرأة وخصوصاً المرأة العراقية جدارتها بكل الجوانب الصحية السياسية في كل المجالات ومساعدت زوجها بالوضع الماضي يعني الأم هي السند للعائلة والزوجة السند للزوج يعني بالعكس كل ما تكون المرأة أقوى كل ما هتكون إليك سند بالدنيا طيب بما أنه حجينا عن معانات المرأة وبخصوص المرأة العراقية شون مطالب المرأة بالجانب أو الجهة القانونية الجهة القانونية هي المرأة إحنا بالقانون هواي ما أخذين فكرة أنه القانون العراقي متحيز أكثر للمرأة بالعكس شوكت يكون القانون الجانب من الزوج يريد أن يطلقها فهي هنا المشكلة يعني مو هي اللي حبت تهدم البيت لأ لما الزوج فكر هنا طبعا المحكمة تسمح لها تأخذ كافة حقوقها فمو السبب أنه الزوجة عندها قوة قانونية تحت القانون العراقي لا بس حقوقها تأخذها بالكامل بسبب الزوج لما يحاول يطلقها طلاق تعسفي طيب البحث الاجتماعي بالمحكمة إلا دور فعال أو حد من طهرة انتشار أو زيادة حالات الطلاق؟ أنا أبد ما أن في وجود دور البحث الاجتماعي حتى لو كان الزوج والزوجة مصممين لكن يحاولون قصار جهدهم البحث باحث الاجتماعي يأخذون ساعات ويأجلون بالتعوي وبصحة مرأة يعني دورهم يجيب نتيجة مو ما عندهم دور إبد الله بلاكس زينة ستنور شونة نخلي أو كيف نخلي أنه المجتمع يقرر أو يثبت أنه يقول أنه المرأة جزء من المجتمع ما يخليها تحصيل حاصل هذا الشيء أشوف حصول المجتمع الشرقي بالتحديد إحنا الحمد لله حاليا إحنا الإيراق أحسن حتى من بقية دول عدها مركزية المرأة أخذت دورها سياسي مثل ما يذكرت واجتماعي وثقافي يعني أكو دول مارد أذكر أساميها لكانت المرأة ما تسمح لها بالسياقة إحنا ما عندنا هذا النظام فإحنا الحمد لله وشكرا مجتمعنا لا منفتح حاليا على دور المرأة بالمجتمع ما لا علاقة طيب خلي نحكي شوية عن مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المرأة بالتحديد وموقعه في المجتمع وخصوصا الرجال من استخدامها الموقع الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة قزك ماذا تتعاملوا مع تنطون محاضرات أو ندوات تخص لأشياء أو مواضيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقرات خاصة لأشياء طبعاً هذا الشغلات إحنا ما مقصرين اللي عنده بيجات قانونية اللي دين ينزل مخاطر استخدام سوء طبعاً بالمناسبة أقاطعك بشيء إحنا عندنا أطباء أنا طاري العنف الأسرة ما تطرقت له أكو أطباء أسرة إحنا متجاهلين من فكرة أكو طبيب أسرة إحنا عبرنا الأطباء يقتصر دون فقط طباعين وكذا وكذا لا أكو عندنا طبيب أسرة ممكن إذا واحدة وقعت بخطأ أو واحد وقع بخطأ يلجأ له ماكو مشكلة فإحنا عندنا أطباء مختصين بهذا الشيء هاي بالنسبة للشخصي اللي يبحث على المشكلة أما الأشخاص اللي دين ينطون حل المشاكل عندنا إحنا محاضرات على اليوتيوب أكو هواي مدونات وبلوكارس وفلاورس داي كتبون على هذا الموضوع داي كتبون وداي فتحون عيون البنات على هذا الموضوع خاصة البنات اللي أندر أيج مثل ما نقول اللي هم بتحت بسن المراحقة برأيك تجيب هيش أشياء إيجابية أو مقولة عند البنات التهديم داي ترحون قصص داي ترحون قصص موثقة معدل القرارات ما دايحنا المشاكل اللي دا مرن بيها يعني للأسف النساء اللي شفتهم بالأونة الأخيرة اللي هي نتيجة شنو أرجع وأقول نتيجة عدم واعي ثقافي بالزواج يعني قصد الشي الزواج المبكر بالتحديد هو سبب أنا أقول بالنسبة إليه من خلال الدعاوي اللي لزمتن أربعين بالمئة هو زواج القاصرات اللي سبب حالات طلاق كثرة يعني شنو ألفين وتسعة مطلقة نعم تولدت الألفينات مطلقات إنه شافن حتى يزوجني واندي طلقة طيب بما أنه بإختصاص عمرش بالطلاق فأريد أغرب حال الطلاق مرت عليت نعم أجتني للمكتب أم ابنية فقالت أنا بدتي تريد الطلاق قلت أوك وزوجها موافقة قلت إيه قلت خلص لعشنا مشكلتش قلت لا ما أنا بدتي تريد مخالعة حتى تقولوني خلقته وهو يريد طلاق حتى يقولوني طلقته خلا ما شاكلكم عميقة كل ش ظاهر فمشون يحل الموضوع قلتها باعي خالة ترى إذا مو الزوج هو اللي نحن أدنا العصمة بيد الزوج إذا مو الزوج فخليها يكون على طلاق رجعي بطيتم محل مدي بالموضوع طلاق رجعي وهي ما متنازع عن حقوقها وبعد شوف بيكة الله يصلح ذات البين بيناتهم بعد ما أعرف الله سمعوا كلامي لولا ما فد يوم صلحتي بين زوجة وزوجة؟ طبعا طبعا ماذا تعني؟ عن طريق البحث الاجتماعي للأمانة من البداية مني أتوكل بالدعوة أخلي الموكي اللي يفرر كلي عندما من المشاعر تجاوي الكراهية وكذا بعدين يعمل البحث الاجتماعي تفوقيها لني هي دورها أقولها إذا أكون مجون احتي أنت ببناتهم أنا من أحكي وياك كمحامية سيقول أنت متحيزة للمرأة وإذا أحكي وياها ستقول ممكن أنه هي متعاطفة ويرجى البحث الاجتماعي أقول بيه بهذا الموقف بس أنا إلي دورة بهذا الموضوع زين بما أنه حضرتك محامية شنو المعوقات اللي تصادفكم كنساء في المحاكم؟ بس أكو دوائر دوائر يعني دوائر هي للأمانة للأمانة كافة التسهيلات متقدمة للمحامين والمحاميات بس أكو دوائر يعني شوية إحنا المحاميات نتحرج من عدها مثلا السجون وكذا بالأسبائلية يعني مع مثلا المحافظات وكذا السجون وكذا المحافظات يعني أشوف محاميات خطيئة سواء وكالة المحامي الزميل هين يتكلف موضوع الوكالة وكذا طيب شنو الكلمة اللي حابة تواجيها أو تقوليها للمرأة اللي تواجهها تحديات وصعوبات بمجال عملها وبالمجال حتى العائدي أقولها لا توقفين بمكانش وكل من يقول بالمناسبة حقول شغلة كل من يقول المرأة ناقصت عقل ودين أقولها غلط لأنه نفهم نصف الحديث وما نفهم الحديث الباقي لرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصف حفهم موضوع قانوني نصف من قال رسول محمد صلى الله عليه وسلم المرأة ناقصت عقل بمعنى أنه طلب شهادتها تكون امرأتين وما يعادل رجل لماذا؟ لأن المرأة أكثر عوضة للنسيان يعني بمعنى من أن نودي بين شخصية فتكون امرأتان مقابل رجل هي هذا القصد ناقصت عقل أما الدين بمعنى أنه هناك فترات المرأة ما تصوم بها بخلال ثلاثين يوم فهو هذا القصد أنه خلال فترة هتمر بها المرأة لا تصوم فهي ناقصت الدين هذا الموضوع فلا يوجد شيء مقلل من كيان المرأة ولا يوجد شيء ديني ولا مجتمعي لا يوجد علاقة كملي وقوصي وخلي ليش هدف بالحياة كل من يحط هدف بحياته يوصل ومرأة العائلة أو الزوج يوقف بطريق الزوجة فتضطر أنه تستسلم صحيح وأخبيهم يكون عدهم نفور بالتفاهم بالتفاهم لا يوجد شيء ما ينحل بالتفاهم ولكن إذا شافت أنه هذا الشيء واقف بحياته بدون سبب مجرد أنه مسألة إعناد أو شيء لا أنا فضل أكمل هدفي على كمل الزواج زين أريد أسئلة أنتي بما أننا حتنا على الهدف كيف وصلت له الهدف؟ يعني بعد الزواج قبل الزواج كيف كان التوافق بين نفسه؟ هي صارت سلسلة هي من الله هي من الله لكنني الحمد لله وشكر الله وفقني بين العائلة وبين المهنة زوجتها محامي؟ لا هي هنا المشكلة الحلو بالموضوع ليس شرط أنه الزوج يكون نفس مهنة الزوجة حتى يتوافقون بالعكس المهم أنه طبع بين الزوجة والزوجة متو آلفين طبعا وطبعا لزوجة والزوجة يكونون متفاهمين هذا اللحم مو التكاثر؟ مناسبة شنو؟ بما أنه اليوم يوم المرأة؟ لا أمغلس هو دائما يغلس لو اليوم مغلس؟ لا أهل مرأة غلس لا أعرف ليش خفا مست المراتب؟ لا يجوز مشغول باللقاء قال لها ستنسى الموضوع لا أبعد هو أكيد جاي يشاهدنا من خلال شاشتنا أو من خلال البذل مباشر يازو تنور وبعد ما رح ينسى؟ لا أنا مو مهنة المهم وياي المهم وياي المهم داعمني هذا يكفيني عن الهدايا بالنسبة صح بما أننا ذكرت موضوع الدعم من من البداية كان دعمت؟ قبل الزواج؟ والدتي بالمهنة قصدك والدتي والدي والدي كمصاريف يعني ما قصر وياي والدي معنويا كان كل شخصية قسم المحامة أو اختصاص المحامة هل أنت حابتها من الزغور؟ لا لا لكن الله سبحانه وتعالى هو أخذ والدي طبيب لقد أطلع سيدنا هذا السر المكنوني الذي يدعى من يقولنا البنات بس شاءت الأقدار أنه صارت أنه قلية القانون قبلة واختارتها وكلهم معاندون قالوا ما قلية القانون يعني بالقانون بقانون بعيدة يعني عائلتنا ما كانت محامية هل أنت محامية لقد أكون مميزة ومختلفة واني جارئة من طبيعة ليس جارئة بجراءة مثل ما نقول فاوالله أقدر أخذ حقي فأقدر إن شاء الله أخذ حقوق البقية إن شاء الله إن شاء الله الله يوفك سيد نور سألن نتشى عن المكانات أو المناطق اللي بأطراف بغداد بالتحديد يعانون من مشاكل كثيرة مجتمعية خصوصا المرأة بالتحديد شون تقدرون تواصلهم الأشياء المهمة النصائح المعلومات اللي اتوعيهم شوية حتى لأنهم أغلبهم مولو أقاطرش أغلبهم ما يمتلكون انترنت أو هذة الأشياء المتطورة ويجز حتى تلفزيون لا يوجد هي هذا السبب السبب شنو انغلاق المرأة أول ما يردون المرأة تنفتحت تنفتح ببيت زوجها وهاي المعاناة المعاناة شوكت أنه خطيئة لبنية فترة خطوبة ممنوعة محظورة طبعاً فترة خطوبة هي شيء قانوناً وشرعاً بين الخاطب الخطيبين اثنيناتهم هاي الشيء ممنوعة فهي هنا المشاكل باللسبة الموضوع انه شون تكون أكو ثقافة الحمدلله يعني حتى لو ماكو انترنت أكو تلفزيون وأكو برامج تطرح بهذا الموضوع بقى هو الشخص الذي يتقبلها ويوافقاً ويزوج بنته بهاي الطريق أم لا تمام وهو بعدين حيث يتحمل المسؤولية و الله يسامح بما أنه اليوم أنت يمش محامية فقرار سبعة و خمسين من يستغل الحضانة أو من المظلوم أكثر المرأة أو الرجل شوف سأقول لك شرلال حتى ما أكون عنصرية بس ما دائماً رجالة سأكون معنصرية حتى فترة الحضارة نزلت بوست بنات وما أنها لم يكن دائرات في ذنفتها فالتي عدتها رأفة بقلبها خلت خلي والد الطفل يأتي يشوف وبالفعل أكو مشارط مشارط إلا أنه الحضارة بيد الأم يعني ما راح تخلى الرجال يشوفها ما كويتي والله أكو تعاون بين الزوجة و الزوجة بس مرات للأسف نموذج معين يسويها ثالفة إعنات فهي مسألة إعنات يعني أنت الزوج لما جيت وردت تطلق حلنا نحن قانونة لم تفكرت بأطفالك يعني أكو الظروف يجب رأى أنه ينبط أكو الظروف يعني أنه ينبط لا يوجد أكو الظروف مثل أنك تنبط ببطري لابد أن تنبط ببطري لأنك تنبط ببطري لأيضا لأنك تنبطي و وضعني أنت تنبطي تنبطي قبل موضوع التطلاق يبدو الجهد على هذا الموضوع لأنه الأطفال سيكون هو وصل بينهم وبين أمهم ما راح تنقطع حتى لو تزوج أو هي تزوجت أكو أطفال فيتفقون ببيناتهم إثنيناتهم يعني حتى مني يتجون على انفصال أقول أنتي عندك بني أبنية من حيجي يخطبها ما حيقول أبوها وين أو أنت ما حيدورون على أمها فخلوا يعني مسافة صغيرة لهذا للأطفال فهسا أكوة يعني إحنا عندنا هسا النظام أولا ترى تمدد فترات المشاهدة هي صارت كانت مرتين بشهر صارت أربعة وحتى الأوقات زادت حسب ظروف بيئة الطفل وإحتياجاتها للأب فالمحكمة تتقدر الإمكان للأب يعني يشوف ابنه واللي متفاهم هي أهل الزوجة أنه يروح لهم متى ما يشاء فمو شرط أنه لازم الحضانة للرجل أو لازم لا الاثنين هما بسواء الشخص المضرر أو الرئيسي بالضرر هو الطفل هو مسأهية مشكلتنا الطفل خاصة إذا كان صغير والأم والأب انفصلوا لأنه لا يعرف على عائلة ما هو السبب؟ لا يسأل أصلا لا يعني أنه شاف أمه وأبه فهنا هي المشكلة نحن نرجع للموضوع الأول أو النقطة الأولى التي ذكرتها هو الزواج المبكر أو الثقافة بالزواج وشين الثقافة بالزواج قصدتها فترة الخطوبة خلي الزوجة لا يهم التكافؤ المالي ولا التكافؤ الاجتماعي ولا مغير الطبع خليهم واحد يتعرف على الله خلي تقضي فترة ست شهر خطوبة خلي فسخون لا سامح الله أحسن من زواج ومدة شهرين وثلاثة وطلاق صح لو لا يفسخون مرة ثنين ثلاثة أولى منطلاقوا بأولاد خليم النسبة لي يعني يعني تفضلين هسا ليس الزواج التقيدي ولا الزواج المبكر لا الزواج اللي بي مساحة قبل فترة الزفاف اللي لازم الزوجة والزوج مو مهم يطلعون ويطبون لا واحد يفهم الله واحد يدرس الله ثقافة يعني أفتم الثقافة مو مجرد أنه أطلع وإياه وطب لا أفتم هذا الشخص سأعيش ويا سنين طبات وطلعت بعدين نقدر عن وضع بس أشوف طبعه وهو هم يشوف طبعه تتحمله أصبي عنودي بخيل هذا الطبع أهم شيء بالزوج ست نور يعني خل نحشي شوية عن النساء أو البنات بالتحديد أو الجيل الحالي هم ما يتحملون يعني يعني عكس أنتوا جيلة وماردة كفرش شوية جيل السابق عدهم طاقة التحمل عدهم أهل يواعوهم يعني حالياً نشوف أولا وعذراً يعني أنه البنت من تروح زعلانة أو صارت مشكلة بين زوجها راح يطبقون لها وقولها الطلقي لكن سابقاً لا أهلها يكتلوها ويرجعوها البيض رجل فهي ثلاثة غلط لأنه أجبر بتي بس بصفة عام لا لازم أنه تتحملين تتحملين طريقة حلوة ومرتبة وأديس على الولد أيضاً يا برمان الخطأ بمضوع يدخلون العوائل لا يدخلون بس بالمشاكل وتجي أم الإبنية بيوم المحكمة تدعي على الولد وأم الولد تدعي على أم الإبنية لا أعرف شنو لا تدعي لكم هذا الدور بالصلح والموان صلاح بعد هوا والله لكن ليس قبل مشاكل قبل طلاق قبل أقيم دعوات نفقة يعني أكو مراتي تراثني وحدة تقولي زوجتي تاركني يمع لي سنة لكن ليس أريد أن تطلق هي أوكي ليت تطلق ينازستي وليس أستطيع أن أقيم دعوات نفقة ليس أعتبر طلاق النفقة أكو ثقافة عندنا شوية مبهمة ثقافة القانون للأسف اللي يفتكرون هاي بنات أن الزوجة من تطلب حقها بالنفقة كون هي على زمة زوجة إحنا عدنا أي قرآنية كل بنت ما لها من أبيها وكل زوجة ما لها من زوجها أنه من تطلب حقها معناها أنه تطلق إذا ما تريد نفقة أو ما تريد تطلق ليش ما ترجع إذا هو جوابها هي لازم ترجع على مثلا ها لازم هو يراضي يعني مثلا إذا صار بينات تتجاوز يجي يعتذر وهي المشكلة الرجال والمرأة اثنيناتهم بيدهم الحل الأهل نعوفهم إذا شفنا الأهل داعا قدون المشكلة ما ندخلهم إذا إحنا واحد يحب له لأن هواينا أزواج يبتون يطلعون يطلقون النسوان بس أمهم طلبة من أتمام هذا الشي فعلا أمك على عينك وعلى رأسك بس هي زوجتك وجوز أم أولادك ما لها علاقة الأم ما لها علاقة بك كابن أنت كزوج لهذه الزوجة لا تتخبطون أعيش حياتك كزوج وخلي والدك على عينك وعلى رأسك بس ما لها تأثير في حياتك الزوجية أخذ منها الشغلات الإيجابية والسلبية أنت تتعاون وهي زوجتك وأنت الدارة الموضوع طيب ستنور قبل قليل ذكرتي المشاكل بين الأهالي والمحكمة شون تحلون هاي الشغلات أوه مشاكل يعني توصل لضرب وكذا يعني يعني من أباح هذا الشي أقول يعني بين السالفة أنه هم الأهل نفسهم ما عندهم كمية ثقافة بهذا الموضوع شون زوجوهم يعني الزوجة خطية تباوع للزوج والله كم يتطلقوا اللابسات الحلقة لا يريد أن ينزع عنها بس مجبورات شو سوي أنا حصلح بيناتهم يعني قبل فترة هي صارت ولو أطيل على البرنامج ما عرف أنه الزوج والزوجة صلحناهم بالبحث الاجتماعي خلاص قلت لهم الزوج يأخذ الزوجة ويرجعون لا عماما ولا أخو والله لا يحزن الزوج والزوجة وقلت الأمهات موجودين قالوا طلعوا باب المحكمة باب المحكمة كان الأم والابنية للأمانة قالوا لا دعوا نرى أخوتها لا يحدث لازم هو سمع الزوج يأخذ الزوج والله يطلق في نفس اللحظة لا تنسى حجاز اللحظة فهي المشكلة عنات نحن مسألة عنات أنتم كمحاميات هم تجيكم تهديدات من أهالي زوج أو زوجة لا من تربعون قضية أو تكونون قبل كانت أكو هذا الموضوع الهمجي للأمانة قبل أكويت همجية لا أسحنا الحمد الله لا لا يوجد مشاكل قد يعانون ذول مثل ما قلت القضاء الأقضية والنواحية ممكن يعانون بس ما يقولون يساوون شي شغلون يساوون طيب والله الوقت صراحة مشوياتش يصرع بحثين بي وأكيد نتمنى نارج التوفق لون نجاح بالأخير أريد كلمة توجيها للمرأة بيوم أول شيء أحب هنيها وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع وركن مهم هي عماد الأمة وركن المجتمع شكراً إلت ونورتين وكل عام وكل عام وكل عام وكل عام كل الأمر بالعالم اللي في خير نورتين نورتين وربي وفقة جاسة نور لهنا تنتهي رحلتنا المسائية مشاهدينا من هاشتاك شباب نتضغلنا يومياً الساعة خمسة بفقراتنا العديدة والمناوعة وأكيد بالختام واجه تحية وشكراً لمعدة البرنامج هديل الشمري وإلى اللقاء موسيقى 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 شكرا